النهاردة في مباراة مهمة جداً كل التوفيق لرجالتنا منتخب اليد دهيل عبد النهاردة فينا الأفريقيا في مواجهة الرأس الأخضر في إدار حلم مشروع بتحقيق البطولة التامنة في تاريخ مصر كل التوفيق إن شاء الله رجالتنا وقدرين نحسم اللقب مدامة البطولة على أرضنا وديه اللي حقيقة يعني أنا دايماً لما أتكلم على اليد ببقى في منتازة عادة الشعور بالأرياحية ده يعني إحنا بنفتقده في حاجات كتيرة جداً بنفتقده في كرة القدم في المقام الأول وأخير الفوارق كبيرة لو كلمنا عن مصر أفريقي وحتى الفوارق بيننا وبين كبار العالم بقت قريبة جداً لدرجة أنك أنت بتلعب أي منتخب في العالم النهاردة عندك أحساس من جواق قناعة من قبل اللقاء ما يبدأ إنه مصر جداً ممكن تفوز على عكس بقى اللي احنا بنحسه في كرة القدم اللي هو إيه إحنا بنقابل منتخب كبير بنقابل منتخب صغير دايماً حطيني إدنا على قلبنا وبمناسبة الفوارق الحقيقة خلينا أولوكم خبر بس متعلق باليد النهاردة التحدي الأفريقي برئاسة البنيني منصور أريمو أعلن عن فوز مصر بتنظيم بطولة كاس أمم أفريقيا للرجال في النسخة رقم 26 المفترض إن شاء الله أنها هتنطلق في 2024 مصر بإذن الله إن شاء الله هتستضيف البطولة تحديداً خلال شهر يناير واللي هيتأهل من خلالها طبعاً المنتخبات اللي هتمثل قارة أفريقيا في أولمبياد باريس ومصر يمكن استضافت كمان بطولة العام ده على مجمع الصلاة المفترض النهاردة تشهد البطولة دي نهائي لهجمع بين مصر وبين كاب فردي أو الرأس الأخضر